دخلت الأربعاء الماضية المرحلة الأخيرة من خطة الحكومة لفتح القطاعات والوصول إلى صيف آمن حيز التنفيذ حيث تشمل الخطة عودة غالبية مظاهر الحياة الطبيعية وإلغاء الحظر بمختلف أشكاله كما تسمح المرحلة الجديدة بعودة التعليم الوجهي في جميع المراحل الجامعية والمدارس ورياض الأطفال شريطة حصول جميع الكوادر في هذه المؤسسات على اللقاح المضاد لفيروس كورونا وتشترط أيضاً الالتزام بالبروتوكول الصحي المعتمد وتسمح المرحلة أيضاً عودة عمل جميع القطاعات في جميع الأوقات وبكامل طاقاتها التشغيلية وفي ذات السياق التحق الأربعاء الماضية مليونان ومائة وخمسة وأربعون ألف طالب وطالبة في المملكة بمقاعد الدراسة للعام الدراسي الجديد موزعون على سبعة آلاف وخمسمائة مدرسة حكومية وخاصة